بقى لنا فترة طويلة قوي بنقول هي مصر فيها ايه؟ قالوا لي صور جاهزة شوفوا بقى سرعة سرعة في الأداء والله هي مصر فيها ايه؟ هو احنا ما بنعملش حاجة ليه؟ هو احنا اه طبع تعالوا نشوف تعالوا نشوف كده مع بقى بصوا ده ده كنيسة ميلاد المسيح الأكبر في الشرق الأوسط يلا دي الكاتدرا ايه؟ تمام؟ شوفوا بقى شبكة الطرق والمحاور الجديدة اللي معمولة على فكرة معلش يسيبوا لي الصورة دي شوي شبكة الطرق والمحاور الجديدة مش موضوع أسفلته وخلاص لا انا عايز اقول لك ان الطريق عنوانك كدولة لأي حد بيجي لك اجنابي بقى جاي يعني تخيلوا كده الاجانب لما كانوا بيجوا مصر ويجي ومشوا في الشارع محفرة ودايقة وصغيرة وزحمة وقرف وكلام ده كله كان يجي خارج من أرفان اللي بيوديك من المطار للفندق شارع اللي بيوديك من الفندق للأماكن الأثرية شارع اللي بيودي حضرتك من البيت للشغل شارع اللي بيوديك من الشغل لأي حتة هتخرج فيها شارع اللي بيوديك من البيت للخروج للفصحة للصفر شارع ما بالك المستثمر بقى اللي جاي عايز يعمل مصنع ومستني ان المنتج بتاعه يتم توزيعه من خلال شارع او مستني انه يصدر الحاجة بتاعته فالبضاعة بتاعته لازم تمشي في شارع ده احنا هنا كلمنا بس في الشكل خش بقى على المضمون الشارع ده لازم يحافظ على أرواح المواطنين وهنا قعدنا نقول يا جماعة حرام عليكو كفاية نزيف الأسفلت الناس بتموت الناس بتموت ارجوكم افصلوا لازم العربيات الملاكي تبقى في حارة والنقل التقيل في حارة قعدنا نقول وجابوا لنا خبرة من برة وقالوا لنا لأ مش هينفعوا وخليكوا كده انتوا كده كويسين والله الكلام ده تقال والله الكلام ده تقال خلاص عايزين لازم تبنوا في مكان جديد تعملوا حاجة جديدة مش هينفع القديم بتاعكم ده خلص إذا نغير العلماء ولما كان فيه إرادة حقيقية حصل واعتقد كلنا دلوقتي ماشيين في الشارع حضرتك بتمشي في حارة والنقل مفصول أو بنمشي يعني احنا دلوقتي القصة دي بتحصل تخلصت يعني طريق مصد كندريس صحراوي كله طرق كله طرق يعني حتى اللي ما تعملش بيتجهز الدوران للخلف ما بقاش فيه حاجة اسمها تمشي تلف من الشمال دي خلصت بقى كله بتطلع حرارك بره الطريق خالص وبتلف كبري والله فيه جماعة عرب عرب أصدقائنا بيجوا بيقولولنا يا جماعة احنا بننزل مصر كل ستة شهور حاجة مختلفة البلد تتغير بشاك احنا مش حاسين اللي احنا عايشين فيها بس الناس بتيجي فعلا بتنبهر نكمل بقيت الصور نجيب لكم بس شوية صور عشان بس ايه نشوف الحاجات الجميلة دي دي المرحلة الاولى زي ما احنا شايفين كده من مزارع شرق قناة السويس دي مزارع سمكية طبعا وبرجة غليون الكلام ده واقع ده أضخم مشروع سزراع سمكي في الشرق الأوسط تمام خش على اللي بعته ده جسر رود الفرج المعلق ده على فكرة أعرض جسر معلق في العالم خش على اللي بعته ده مسجد الفتاح العليم الأكبر في مصر وده طبعا من أكبر مساجد العالم ده في العاصمة الإداريجة دي تروحوا بقا تتفرجوا على العاصمة الإداريجة دي ده يا جمعا حاجة يعني مبهرة عارفين دي ايه ده 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 الحفار اللي ما كانش موجود عندنا عفوا ده الحفار اللي ما كانش موجود عندنا ويعني أعتقد أنه كان صعب أنك أنت تقدر تحفر أي حاجة أنفاء أو أي حاجة من غير وجوده بقى مصري وأعتقد أنه هيساهم فيه تطوير ممكن دول حوالينا يعني أنه ده الكلام ده بيتأجر على فكرة تمام الحفار ده عامل كام بقى نفق بخانات السويس كتير جدا طيب وقا 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 موسيقى